ثم أحباء شيء خامس وهذا مهم جدا 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 نرى مجد المسيح مجده الغير محدود إنه مجد عجيب جدا هذا المجد يعبر عن قدرته السرمدية وعن حضوره الغير محدود اسمع في إشعية 42 آية 8 مكتوب أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر فإذن من هو المسيح؟ هل هو مجرد شخصية عادية بالنسبة إليك؟ مكتوب عن يسوع هو رب المجد بإشعية 42 مجدي لا أعطيه لآخر يسوع رب المجد فإذن يسوع المسيح مش مجرد أي شخصية عادية يسوع المسيح هو القادر على كل شيء كيف نشوف هذا المجد؟ أولا بغفران الخطايا غفران الخطايا مهم جدا أحباء اللي بيسمعوا رجال الدين رجال الدين حافظين العهد القديم التوراة والمزمير فإذن عندهم إدراك عن من هو المسيح المنتظر فواحد من العلامات المسيح غفران الخطايا كان علامة مهمة على بدء العصر المسياني أو المسيح المسيح مؤكدا أنه المسيح بحسب طبعا العهد القديم وتأكد في العهد الجديد مثلا إشعية أربعين آية اتنين طيب قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل أن إثمها قد عفي عنه أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطايا فمجيء المسيح إذا بتقرأ كل إصحاح أربعين هو خلاص يعني أخذت ضعفين من الدينونة فإذن هذا العصر هو عصر النعمة عصر الغفران في يؤيل إصحاح اتنين مكتوبة يكون أن كل من يدعو باسم الرب ينجو لأنه في جبل سهيون وفي أورشليم تكون نجاة كما قال الرب وبين الباقين من يدعوه الرب في العهد الجديد مكتوب كل من يدعو باسم الرب يخلص مكتوب عن يسوع المسيح شيء آخر مش بس غفران الخطيئة وهنا النقطة المهمة جدا انتبه علي هنا تأكيد المسيح على أنه ابن الإنسان لاحظ مكتوب لاحظ الكلام لكي تعلم أن الابن الإنسان سلطانا على الأرض ابن الإنسان سلطانا على الأرض فالسؤال من هو ابن الإنسان اليهود كانوا بيعرفوا عن من خلال النبوات فإذا كان الصراع صراع رجال الدين هل يسوع حقيقة هو ابن الإنسان كما قال لكي تعلموا أن الابن الإنسان سلطانا فإذا اليهود لما بيسمعوا لكي تعلموا أن لابن الإنسان على طول وين بروح فكرهم لنبوة دانيال كما تنبأ دانيال وصف المسيح أنه ابن الإنسان وصفه قبل ميلاده قبل تجسد المسيح عم بحاول أفكر من أيام دانيال للمسيح يعني على الأرجح خمسمائة سنة أوكي خلي نقول خمسمائة سنة تخيل قبل خمسمائة سنة عم بيتنبأ عن ابن الإنسان اسمع ما يقول الكتاب دانيال 7 آية 13-14 كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه خمسمائة سنة قبل الحدث فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطان سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرد هذا يعني دليل قاطع على لهوت المسيح إذ نرى اتحاد الناسوت باللهوت يسوع شخصية عاش بها إنسانا كاملا وإلها كاملا مثل ما شافوا مثل ما رأى استفانوس عندما كانوا يرجموه في أعمال سبعة أما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فقال ها أنا عم بيرجموه فيه عم بيطلب أنه الله لا تقم لهم هذه الخطية عم بقول فقال ها أنا أنظر السموات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله فالسؤال هل هو مجدف؟ اشتركوا في القناة